الأطفال يعني أنا لو هتكلم على الفطار بالنسبة للأطفال مثالي حالك قلت اللانشون غلط البسترمة غلط حد دلنا فطار مثالي يقدر يدي السعرات الحرارية اللازمة لكون طفل يتحط في اللانش بوكس أبل ما يروح وفي نفس الوقت يبقى مغزي وفي نفس الوقت ما يضروش وفي نفس الوقت يرضيه لأن انت فهم أن الطفل بيبقى ليه متطلبات خاصة دايما أنا بقول أن الطفل أنا برضيه وأرضيه أنه هو بيحب إيه يعني هو مثلا بيحب البني ما أنا ممكن أعمله ساندويتش بنيه في قلبي اللانش بوكس بتاعه وحط معي سماراية فكهة وحط معي وحدة خضار يبقى أنا كده حضرتك حطيت اللانش بوكس بتاعه كده أصبح متوازن قطعة اللحمة بتمثل إحنا عندنا ثلاث حاجات اللي هم الهرم الغذائي بتاعه البروتين والنشويات والفيتامينز والأملاح المعدنية أنا حطيت له الفيتامينز والأملاح المعدنية في التفاحية والخيارية اللي أنا حطيتها حطيت قطعة البروتين في اللي هي وحدة البفتيك اللي أنا حطيتها أو وحدة البني اللي أنا حطيتها أو صبعة الكفتة اللي أنا حطيته أو الجبنة أو الفول أو الطعمية لأن ده كل بروتين يعني مش شرط لنقول بروتين هو عبارة عن اللحمة أو الفراخ أو السمك أو البيض أو الجبنة طبعا وعلى رأسهم الجبنة الأريش الجبنة الأريش دي الميسرو كل خمسين جرام من الجبنة الأريش بيعادل تلاتين جرام لحمة وأخفى على الكبد والكلة في التعامل معها من اللحمة الحمرة يعني أنا لو ديت لابني شريحة زهن وقلت لحضرتك شريحة بني كل الأطفال بيحبوا البني كل الأطفال بيحبوا الكفتة مش شرط أن الأم تحصر الطفل جوه سندويتش الجبنة والبيض أو المربء أو الحلاوة اللي هي بتديه النشويات أنا خدتها في رغيف العيش ده كله عبارة عن أنا كده في اللونش بوكس بتاعي خدت كل العناصر الغذائية ينقصه فقط كباية الزبادي أو كباية اللبن اللي الطفل ممكن ياخدها أو يحطها له معاه في اللونش بوكس بتاعه في نفس الوقت أنا بقول للأم البسيطة أعملي حاجات بسيطة في بيتك أعملي بدل فلوس الشيبسي والبوزو أعملي بضاية أنا ضمنت أنه أخد شوية من البروتين والبروتين ده بروتين كمان هاي كواليتي بروتين يعني البروتين عالي القيمة الحيوية يعني بدل لما تجيبي كيش شيبسي باتنين جنيه أو بثلاثة جنيه هاتي بيضايب ثلاثة جنيه أنا ضمنت أن الطفل على الأقل غطيط له تلت الاحتياجات من البروتين اللي هو محتاجه في اليوم أما بالنسبة احتياجات الأطفال فبتختلف على حسب كل مرحلة عمرية طبعا كلما بنكبر شوية بتزيد احتياجاتنا لكن من الأساس عشان أحط اللونش بوكس بتاع الطفل لازم يكون فيه فكهة وخضار لما تيجي الأم تقول لي ده إيه بني سمنا ولقى عصانة مش عاديله لقى حضرتك طب ليه ما تديلهش ليه نجيله اللونش بوكس بتاعه بس أزود الخضار والفكهة أقل الكمية النشويات أزود البروتين معها شوية يمكن بعض الأهالي أو بعض الأمهات ممكن مش عارفين أو مش مستوعبين قد إيه خطر الأنيمي على الأطفال في دراستهم ومذاكرتهم وأداءهم في حياتهم اليومية فقد إيه مهم تناول البوتين للأطفال في سن صغير يضعك بالضبط مهم جداً تناول البروتين وبسافة خاصة كمان البروتين الحيواني ولازم ياخده بنسبة 50% على مدار اليوم يعني إحنا بنقول له والبروتين بتاعه المفروض ياخد مثلاً 20 جرام بروتين في اليوم المفروض على الأقل يبقى 50 جرام منهم بروتين حيواني والبروتين الحيواني مش شرط يجي من حتة اللحم والفراغ ممكن يجيلي من بيضة وكبيت اللبن لو عايز ياخد 20 جرام لا ده أنا بقول على فرد لو هو احتياجاته في اليوم 20 جرام بروتين فهو لو أنا ديت له بيضاية وكبيت لبن حضرتك أنا غطيت أكتر من نص الاحتياجات بتاعته لأن البيضاية بتديني 7 جرام بروتين وبروتين حيواني وعلى فكرة البيض يعني إحنا بنقيس اللحم على البيض مش اللحم هي الأساس لأ إذا البيضاية بتحتوي على كل الأحماض الأمينية التسع اللي بيحتاجهم الجسم في عملية البناء موجودين في البضاية وبالتالي أن احنا دايما نقول للأمهات جوه العيادات لو سمحتي بيضاية وكبيت لبن والإثنين دول البضاية أنا بضمن إن كمية بروتين دخلت كويس جدا بتحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية وكمان فيها الفوسفوليبد اللي مفيد جدا للخلاب تحت المخ كبيت اللبن فيها كمية من الكلسم اللي الطفل محتاجه عشان خطر العظم عشان نسبة التقزم اللي موجودة عندنا على القصيرين كبيت اللبن بتديني 300 ملي جرام دكتور لو الطفل يعني بيعاني من السمنة شوية ومامته عايزة تدينه اللبن خلي الدسم هل العناصر اللي فيه مش هي هي؟ لا احنا بنقول دايما نقدر اللبن كامل الدسم اللبن من الحاجات الجميلة جدا الفيتامين دال اللي موجود في اللبن موجود في قلب القشطة اللي في اللبن لما حضرتك بتشيلي القشطة دي فبتشيلي فيتامين دال بس لو هو بيعاني من السمنة ثواني وفيتامين دال ده ده اللي بيدخل الكلسم جوه العظمية الحامل بتاع الكالسوم عشان يسبت الكالسوم جوا العظمائي احنا بنقول علشان ادي اللبن ادي اللبن كامل الدسم انا ما عنديش مشكلة بس وقفي ده محسوب من الاحتياجات بتاعه ما هو برضو الطفل اللي هو الابيز او اللي هو سمنا حضرتك محتاج كمية من الضهون وكمية الضهون على فكرة محطاج الدهون المشبع والاحدية والغير احدية محتاج التلات تنوع من الدهون اللبن فيه دهون مشبع لكن دهون اللبن اللي موجودة فيه المشبع دي دهون صحية مش دهون مضرة مش كده مزاي الدهون المصنعة مزاي الزبدة الصفرة أو السمنة الاصطناعة والحاجات دي لأ على عكس ده كويس وبالتالي كل الأبحاث الجديدة بتقول لازم ناخد اللبن كامل الدسم عشان نقدر استفيد من الكلسم اللي موجود جوا اللبن كوباية اللبن اللي أنا ديتها لابني في اليوم دي بتعادل تقريبا حوالي نص الاحتياجات بتاعته من الكلسم في الأطفال الصغيرين اللي هم حوالي من 2 من 2 ل 4 سنين